نقاولي دي ما وش يتحصل على معدلات مليحة نقاط مليحة نقول اين السبب الاستاذ في الابتدائي خاصة الابتدائي سلاباز هي كل شي يبنى عليها المتوسط والتانوي التنميد البرميبا تاعه الخطوة الاولى دياله اذا ما داش الخطوة الاولى تاعه مليح اذا ما اعطينا لوش قاعدة مليحة هنا اذا وش نقول لنا الويصاية ننصحهم انا عندي تجربة كبيرة نقول لهم الجماعة الويصاية حذاري الابتدائي يبنى عليه كل التعليم لانا التنميد الصغير تكون عجينة تعجينها كما تحبي نعطي له مناهج مليحة نقية ونعطي له اساتذة مكونين ونعطي له ان ترى يكون مرتاح طول باش يدي لاباس ونبعد خلاص هتلقيه واحده ياندال دوك هذا الاساتذة اللي نقول لنا نعطي رأيي ان الاستاذ اللي راح في الابتدائي او يقري جميع المواد تلقى هي يقري رياضيات العربية تلقى هي يقري تكنولوجيا تربية مدنية لكن هذا الاستاذ عنده اختصاص واحد تقول انت الابتدائي سهلة لا مش قضية سهلة قضية توصيل معلومة صحيحة ودقيقة خاصة في الرياضيات في الرياضيات راني نشوف هنا بعض الاشياء نجيلي بنتي هنا في المنزل نلقى مفاهيم خاطئة من بعض الاساتذة القدامة عندها بزاب لما نشوف الاستاذ هذا غير مكون جاء عينوه من المديرية عينوه على اساس انه مستخلف يقول له روح بريمار سهل بريمار تقدر تقريه ولكن خطأ هذا خطأ عندك تلاميذ وبداية تهم ان التلميذ يستوعب يعني يتلقى التلميذ الصغير لا مش كما الكبير يفهم يسأل قال كما هذا وعلى هذا التلميذ الصغير واش تعطي له الابران ياخد يدي لذلك هذا هو الصح يعني الابتدائي لما الاولياء يلقى اولادهم مكانش يقول لك انا كيف الشيء كيفش هنندير لان الساتذة اللي رأهم في الابتدائي غير مكونين تكوين ما عندهمش تكوين كماليوناز كاين تعليم بكري كانت في مدارس تكوين اساتذة تعليم معلمين تعليم ابتدائي يدير تلسنين ربع سنين يقرأوا كيندي موديل عندهم اساتذة بيداغوشيات عندهم معين من بسترباوي كيفش يتعامل مع التلميذ الصغير كيفش يعطي له شوى نوع من الحانات هذا خصوم زاب الاساتذة تعليم ابتدائي يقريه وكأنه تجارة ومن بعد يكونوا عنده التلميذ يغضب عليهم ومن بعد التلميذ يبنى يشوف الأستاذ قدامه شهر السبع يخاف يرهب لما يرهب التلميذ ما يتلقاش دروس التلميذ جاي من عند الصغير جاي من عند الأب والأم بحانان لازم يلقى على الأقل عشرة في المية عشين في المية عند الأستاذ بالمعاملة الجيدة التلميذ كيتعامله جيدة يحب الأستاذ تعوي لما يحب الأستاذ تعوي يتلقى كل وشي يقوله الأستاذ يتلقى منه ما يهبوش هذا التكوين لابد من تكوين في مدارس تكوين يا جماعة هذا تعيين عن طريق المسابقة دير المسابقة رح تقريه وكأنها رح يتاجر أو رح يبيع حاجة أو نا هذا رح يقري رح يتعامل مع تلاميذ وكيفش يصبر مع 40 تلميذ ولا 35 كيفش يتلقى الدروس كيفش يمدد الدروس بطريقة سهلة لأن التلميذ عنده ما هو تلميذ ناضط كيفش صغير الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعنا بعض الضعفين قوة قوة ثم جعنا بعض قوة ضعفين هذه بصورة الروح يعني تفلص غير يكون طعب ثم من قارنوش مع وقت السيام لسيسة قوي عنده قوي عقليا قوي جسديا يفهم يسأل إذن وش يدير هنا الأب يروح يدي وليده وين يلقى كيفش يطلع له المستوى نعم يبدأ يحوس ويورى المدرسة هم يدلوا ليكوه وين يلكوه هذا قال أستاذ فلاني والله غير أنا وليدي يطلع المستوى تعو أب يرعو يلقى فعلا وليده علاش لأنه يلقى هذاك الأستاذ متقاعد عنده تجربة يقول ماروح ونعطوكم تجربة تاعد هذا وش رح يصار هنا لازم حلول الحلول والويصاية لازم تخمم تجتمع ودير حلول واقعية وليست هذا حبر على ورق ولا هدرة ولا بوليتيك السياسة برك ندخلها نحن ونقرر ونأكدأ ونكيد في الميدان حاجة يحدثها